طب تكلم تفضل قدامك هل يجوز ان انا اقرأ كتاب او قصة بتتكلم عن الالحاد او اي ديانة تانية لو انا يعني مش مؤمن بالكلام ده بس بقرأه من بابل للطلاع احنا بنقرأ كل حاجة ايه اللي يتعلق بالالحاد واللي يتعلق بالفساد واللي يتعلق بقلة الديانة وقلة الادب وكل حاجة نقراها احنا ما نخافش من حاجة الامور لازم تكون واضحة قدامي واذا كان في حاجة فيما قرأت عملت اشكال ولا سؤال نسأل نشوف نروح نبحث عن الحقيقة لكن قضية ان انا اخاف من الخوف وما اراش ده ولا اعمل ده لا القضية ايه القضية انك انت في زمن تحتاج ان تكون عارفا وعالما بحقائق الاشياء فقد يكون هذا الاطلاع اللي انت بتتكلم عليه في غاية الاهمية وقد يكون هذا الاطلاع لذلك الكتاب اللي فيه اراء الحادية او كذا سببا في هداية الكثير ولكن عندما تقرأ هذا اقرأه بعين ناقدة مش بالمتلقي مش هو بيلعب بك انت وبس خلاص لا انا اقرأه افهمه انقده ارد عليه او اسأل عنه وهكذا رأينا ان تحرير معنى البدعة امر مهم للغاية امر مهم في ديانتنا في معرفة حلالنا وحرامنا في بناء معيارنا للقبول وللرفض في بناء عقلية مؤمنة مسلمة لا تتلاعب بها الاهواء ولا يستطيع احد ان يتلاعب معها تحديد معنى البدعة وانها ما كرت على اصل شرعي بالبطلان وان من احدث في امرنا هذا فهو رد لكن من احدث شيئا وكان منه فهو سنة متبعة من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم الدين فمن سن المولد النبوي كالملك المظفر وكابن دحيا وابن حجر العسقلاني والسيوطي ونحوهم لهم اجرهم واجر من اتبع هذا الاحتفال والفرح وادخال الصرور على قلوب الناس فرحة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم الدين ومن سن سنة سيئة وهي البدعة فعليه وزرها ويوزر من اتبعها الى يوم الدين نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اولئك الاولين الذين اذا انشأوا انشأوا سنة حسنة تتبع فتنفع وتصلح وتضرأ الفساد وتجعل الانسان المسلم يعيش عصره ويخدم مصره نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا صالح اعمالنا